السلام عليكم يعطيكم ألف عافية بخصوص التعامل مع ملفات الموك أب عشان نحط عليها الهوية البصرية هذا واحد من الملفات اللي انا رفعت لكم اياها بالعادة بعضيكم ملف وانتو بتجيبوا البراند اللي انتو عملينها والصور اللي انتو عملينها وبتحطوها بس محل ليارات موجودة هان مش راح تعمل انت ولا ايش اول حاجة وحطط لك هان بعض الكلام انو انا اللي اشتغلت شيل الانفو هيات راح الكلام نيجي لا مثلا الاول حاجة لورقة المراسلات هيات بقول لك هاي البابر بتاعت المراسلات هنا مكتوب الانفلوب اللي هو المظروف يعني هذا هيات الكارد وان الكارد وهاي الكارد الاولين والثاني هياتنا انا في البابر اجيت بس ضغطت هنا تمام؟ هيات في عندي حاجة اسمها graphic شايفين عليها علامة ايش عليها علامة السمارت اوبجيكت فانت بتيجي بتضغط عليها ضغطين هات اجي فتح لك صفحة جديدة بقول لك هات ورقة المراسلات اللي عندك والتصميم اللي انت عاملو حطوه هنا روح جيب هيات الورقة مثلا هياتها احيانا بكون مش مية في المية جاية تكون في شوية اعدادات مش الضابط مثلا في التصدير بس انت هيك بتضبطها تقول له x تقول له yes بمجرد ما تقول له yes هياته جبلك اياه تمام؟ شفتو كيف؟ هانيجي نعمل مثلا المظروف هيات باجي بضغط على المظروف هيات كلمة graphic بضغط عليها ضغطين نيجي ناخد اي مظروف ناخد المظروف هذا لانه نفس الشكل تمام؟ هياته جبلية الكارد الاولاني الكارد الاولاني تمام الكارد الاولاني شايفين ليش ضال فيه هنا شوية اللي مصمم الموك أب عامل مقاس الكارد عن نظام الأجنبي مش زاي النظام اللي عندنا التسعة في خمسة عندهم نظام تاني هما أكبر من اللي عندنا تمام بتلاقي حتى النظام اللي عندهم مش مش خمسة خمسة ونص عشان يكفي فرق هنا تمام هيا صارت عندي أحلى براند تمام ويعطيكم ألف عافية